السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنبدأ إن شاء الله في سورة البقرة من الآية 58 للآية 61 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا وإذ الذال وإخراج اللسان ما تنسهوش علشان ما يبقاش عندك لحن جلي تأثم عليه قلنا دخلوا هذه الذال واللسان القرية فاكلوا عندي طبعا الرأة هنا إيه رأة مفخمة ساكنة سبقت بإيه بفتح فاكلوا منها حيث شئتم رغدا منها منه منهم كل الكلمات دي عندك فيها طبعا نون ساكنة في وسط الكلمة اللي هي النون الساكنة ها وعليها رأس الحق اللي هي إعلامة الإيه الإظهار الحلقي حيث الثاء الثاء الثال اللسان بتاع حضرتك عندك الضاء عندك الضاء دولا الثلاث حروف اللسان بيخرج فيه حيث شئتم رغدا عندي ميم ساكنة مظهرة إظهار شفوي وعندي طبعا عند الوقف اللي أنا وقفته ده ده طبعا عندي هنا في مد عوض عند الوقف على التنوين بالفتح وهو من ملحقات المد الطبيب يمدي معي بمقدار حركتين طيب لو وصلت حيث شئتم رغدا رغدا أنا بوري لك الإضغام بغنة وده طبعا إضغام ناقص إضغام ناقص لأن طبعا عندي شايفين الواو طبعا حرف حروف الإضغام الناقص حروف ينمو وقلت لك قبل كده علامة الإضغام الناقص إن الحرف ما بيجيش عليه الشدة إنما لو جاء الحرف عليه تشديد سواء كان في الإضغام بغنة أو الغير غنة تمام أو حتى في إضغام المثلين الصغير في الميم الساكنة ده كل ده بيبقى عندك إضغام كامل إضغام كامل حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدة عندي إدال المقلقلة شايفين همزة الوصل همزة الوصل التي تثبت عند الابتداء وتسقط عند إيه؟ عند وصلها ودخلوا الباب سجدة أنا وقفت طبعا هنا في مد عوض وصلت هيبقى عندي زي ما أنا وردت لك رغدا وسجدوا تمام؟ يبقى فينا إضغام أيضا بغنة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم عندي تنوين بالضم شايفينه؟ وبعده نون ده با إيه؟ الإضغام الكامل إضغام بغنة وهو إضغام كامل عندي حرف النون من حروف ينو نغفر لكم خطاياكم شايفين الميم؟ الساكنة المظهرة الساكنة المظهرة عايزك تعرف القاعدة أنت في الطبيعي هتقرأها مظهرة إنما عايزك تشوفها وتعرفها وسنزيد المحسنين عند الوقف على المحسنين هيبقى عندي فيها مد إيه؟ مد عارض للسكون طيب لو أنا وصلت هيبقى عندي مد إيه؟ طبيعي مد طبيعي يبقى عندك العارض للسكون لو قفت عليها هيبقى عندك عارض للسكون بمقدار حركتين أو أربع حركات أو ستة حركات طب أنا وصلت هيبقى عندي مد طبيعي بحركتين تمام؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين الظلموا تمام؟ قولا تنوين بالفتح قولا غير هه غين همزة وهاء وعين وحاء وغين وخاء يبقى طبعا عندك ده حرف حرفة الإيه؟ الإظهار الحلقي قولا إظهار أنا بظهر إيه؟ التنوين أنا بظهر النون الساكنة وأنا دايما نقول لك الجملة دي إن الحكم بيقع على النون الساكنة أو التنوين الحرف اللي بيأتي سواء كان إظهار سواء كان إضغام أيا كان هو طبعا اللي بيكون عندي السبب في الحكم ولكن الحكم يقع على إنهم الساكنة أو التنوين أو الميم الساكنة أو غيرها قولا غير الذي يقيل لهم الذي وعندي طبعا شايفين الميم الساكنة لو وصلت فيها إظهار شفوي ما وصلتش ما فيش عندك حكم تجويدي فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فأنزلنا أنزل فأنزلنا أنزلنا ده كل ده إخفاء دايما الإخفاء بيكون عنده عندي ناس كتيرة وناس كتيرة كلمتني على الأمر ده يعني الإخفاء دايما ما بعرفش أنطقه عايز دايما تدريب فأنت عايزك تسمع وتقرأ فأنزلنا فأنزلنا طبعا بيبقى في الغنة موجودة والغنة معايا بتاخد حركتين تمام فأنزلنا فأنزلنا على الذين يبقى كده ده إخفاء الذال على الذين ظلموا ضاء لسان ريجي الجيم المقلقلة ريجي تبعا إراء مكسورة متحركة بكسر وهي مرققة ريجي زمن سماء شايفينها عايزك على طول تقول معايا دا اضغام بغنة وهو اضغام ايه تمام كامل اضغام كامل الحرف المشدد قدامي ايه ففي الحالة دي هيعدم صفة التنوين او النون الساكنة نهائي تمام لم تنطق نهائيا رجزا من السماء عند طبعا السماء فيها مد واجب متصل بيماد معي بمقدار اربع او خمس حركات بما كانوا يفسقون ها المحسنين يفسقون نفس الوضع عند الوقف في مد عرض للسكون اتنين اربع ست حركات واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر عندي طبعا الذال وشايف هنا هنا طبعا همزة وصل لم تنطق تمام واذس واذس ها خلي بالكم النطق واذس تسقى موسى لقومه فقلنا شايفين مد الصلاة الصغرى عارفين طبعا الشكل بتاع الياء علشان جاي علشان الكسرة تمام وبقى فيه و علشان اتضم عندي طبعا بيكون فيها ايه مد صلاة صغرى وهو دا من ملحقات المد الطبيعي ملحقات المد الطبيعي فقلنا ضرب بعصاك الحجر شايفين هنا الباقة دي مفيش عليها اي حركة تمام اي حرف تجد ان مفيش عليها حركة هتعلم على طول ان هو مضغم يعني غير ان انت حضرتك مش هتنطق الحرف دا وده طبعا علشان فيه سبب عندي وهو ان فيه باء جتورة باء طيب وده عندي ايه اضغام المتماثلين اضغام المتماثلين فاحنا لن ننطق الاولى دي وهتبقى التانية باء مشددة فقل نضرب ده الباء ده لنا بنطق مجدي فقل نضرب بعصاك الحجر تمام فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفاه فانفاه فانزلنا فانفجرته فانزلنا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا طبعا هنا الاخفاء وانا ركزت لك عليه منه منهم ها منها كل ده طبعا الايه الاظهار الحلقي اثنتا انا طبعا نطقت الهمزة علشان انا بدأت به تمام عند الوصلة تسقط الثاء واللسان عشرة عينا عند الوقف هنا هيبقى في ايه هنا في عندي مد عوض من محققات المد الطبيعي حركتين معاي قد علم كل أناس مشربهم قد ده للمقلقلة كل أناس تنون بالكسر وبعده ميم اضغام بغنة وهو اضغام كامل اضغام كامل بغنة عند الميم الساكنة عند الوصل تمام كلوا واشربوا من رزق الله عندي نون ساكنة وبعدها راء ده اضغام بغير غنة اللام والراء حرفي اضغام بغير غنة وخلي بالك انا قلتلك في الاضغام الكامل بيبقى عندي في الغنة وبغير الغنة تمام فهينا طبعا اضغام كامل بغير غنة عندي لفظ الجلالة الله عند الوقف عليه بيبقى طبعا فيه مادة عرض للسكون وَلَا تَعَثَوْ فِي الْأَرُضِي مُفْسِدِين ثاء واللسان وعندي مفسدين زي نهايات الآيات بيكون فيها طبعا ايه مادة عارض للسكون عند الوقف عليه وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ عندي الذال واللسان عندي الميم الساكنة المظهرة لن شايفين انا دلوقتي لن انطق ايه النون دي انما عندي هنا نون مشددة وده طبعا بيكون الاضغام اضغام بغنة هو اضغام كامل لن نصبر شايفين لن نصبر وندي الغنة علشان الحرف المشدد نديه الغنة بمقدار حرقتين لن نصبر على طعام واحدة طبعا هنا تنوي بالكسر وبعد وهو حرف حروف الاضغام بغنة واضغام ناقص وعندي طبعا عند الوقف لما انا وقفت هنا الدال اصبحت ساكنة فباع عندي ايه حرف مقلقل تمام ده عند الوقف لو انا وصلت هيباع عندي فا وهو حرف حروف الاخفاء لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك تمام ده في حالة الوصل عندي هنا طبعا الدال مقلقلة علشان هي ساكنة سكون ايه سكون اصلي فادع لنا ربك تمام وطبعا همز الوصل خلي بالك منها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها عندنا طبعا الميم المشددة شايفينها بتغنب معنا بمقدار حركتين وطبعا عدم غنة النون المشددة او الميم المشددة بيكون ايضا لح نجالي لح نجالي علشان انت بتنقص حرف من القرآن تمام تنقص حرف من القرآن الكريم عندي نون ساكنة ها وين عندي باء يبقى عندي ده حكمها ايه الاقلاب وعلم توضحها عندك ها الايه الميم اللي بتبقى موجودة مع النون الساكنة تمام وهي قلب النون الساكنة او التنوين ميمن وطبعا بيبقى موجود طبعا معاها اللغنة مما تنبت الارض من بقلها نفس الوضع هنا في وسط الكلمة تمام وهنا متطرفة بين كلمتين النون الساكنة طبعا عندي برضو ايه عندي هنا قلب النون الساكنة دي الايه لميم القف مقلقلة علشان هي ساكنة سكون اصلي بقى بقى لها هه وقثائها الثاء واللثان بتاعك عندي هنا فيه مد متصل واجب مد متصل واجب في الايه وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير الذال واللسانك حروف اللثوية تمام الدال المقلقلة ادنى بالذي هه الذال هو خير عندي طبعا هنا فيه شايفين الياء دي الياء دي طبعا ياء حرف لين تمام ساكنة مفتوح ما قبله هو الياء او الواو الساكنة المفتوح ما ايه ما قبلهما بالنسبة لحرفي اللين يبقى دا عندي مد ايه مد لين ومد اللين هو شبيه المد العارض للسكون عنده لما نيجي نقف عليه هيبقى عامل زي المد العارض للسكون يبقى معايا حركتين او اربع حركات او ستة حركات طب لو حصل وصل هيبقى عندي هنا تنوين بالضم والشكل دا يا جماعة في التنوين بالضم بيبقى عندي فين في الاظهار الحلقي لما تدرس الاشكال بتاعتنون الساكنة او التنوين تعرف على طول ان دا بيبقى معايا فين بيبقى معايا في الاظهار الحلقي ولذلك الهلهاء جاد بعد التنوين لن تنطق فطبعا عندي هنا الهاء يبقى هامزة او هاء او عين او حاء او غين او خاء اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم عندنا طبعا مصرا تنوين بالفتح وبعده فا حرف الحروف الاخفاء الانون المشددة بتغنب معايا بمقدار حركتين لكم ما الميم دي ميم الساكنة دي لن تنطق تمام واضغام كامل الميم ها تمام ودي ميم جاد بعد ميم وده اضغام المثلين الصغير ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الميم ما تسكنهاش تدي لها الحركة بتاعتها وهي الضمة تمام الذلة لسانك والمسكنة وباء البرضو تدي المسكنة الضمة بتاعتها وعندي هنا في مادة متصل واجف في وباء بغضب تنوين بالكسر وبعده ميم حرف الحروف الاضغام بغنة من الله عند الوقف طبعا يبقى في مادة عارض للسكون ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الذال واللسان النون المشددة ها الميم الساكنة المظهرة يكفرون بآيات شيف الهمزة متقدمة عن حرف المد وده طبعا بيكون عندهم في مد البدل ده من منحقات المد الطبيعي بياخد معي حركتين وعند الوقف على اللوظ الجلهي بيعندي مد عارض للسكون ويق القاف ويقتلون النبيين بغير الحق عنده طبعا القاف قلقلتها تمام النبيين فيها مد تمكين ومد التمكين بيمد معي بمقدار حركتين تمام وعندي هنا عند الوقف على القاف هتقلقل فهتقول بغير الحق تمام يبقى دي عند الوقف على القاف ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون عندي طبعا هنا فيه هه اضغام ايه اضغام للواو لن تنطق هذه الواو عصوا هه شايفينها قلتلك لما تشوف الحرف لما تشوف الحرف مفيش عليه حركة تمام تعرف على طول ان انت فيه عندك اضغام وذا طبعا علشان التماثل اللي بينهم تمام متماثلين فيبقى فيه عندي هنا ايه الواو دي عليها شدة ودي لن تنطق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون عند الوقف يبقى فيه مد عرض للسكون عند الوقف يبقى فيه عندك مد طبيعي ان شاء الله نلتقي على خير في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته